مرحبا برج الأسد أهلا بكم بشكل عام قبل ما أدخل في تفاصيلها الشخص القادم في طريقكم رح يكون شخص لا يستهان فيه على مستوى من الوظيفة على مستوى من الخبرة عنده مستوى حتى من القبول عند الجانب أو الجنس الآخر فهذا شخص يعني ما أقول لك شايف حالة برج الأسد وإنما يملك خيارات في الحياة وإنك أيضا تملك خيارات في الحياة ولكن لسبب من الأسباب رح يقع الاختيار عليك بإذن الله أول شي حروف اسمه حرف الباء احتمال يكون في اسمه وحرف الألف على أغلب الاحتمالات البرج اللي يأتي منه طاقة أرضية قوية موجودة عند هذا الشخص ممكن يكون برج الثور برج الجدي أو برج عقرب أيضا شفتها في القراءة طاقة النارية أيضا موجودة ولكن أحسها هي طاقتك ممكن يكون أيضا جوزة لأن هذا شخص يحب يتحداك يحب أن أنت تخرج أفضل ما فيه وهو أيضا رح يخرج أفضل ما فيك أوقات أفضل ما فيك أوقات أسوأ ما فيك لأن أثنينكم أصحاب أراء قوية وشخصيات قوية هذا اللي قاعدة أشوفهم خلا نشوف أول شي وقت اللقاء برج الأسد وقت اللقاء هنا احتمال كبير يكون في إجازة طويلة يعني تكون إجازة في توقيت إجازة الصيف هنا في ثلاثة أيام يكون يكون إجازة كريسمس إجازة صيف إجازة السنة الميلادية الجديدة هذا هو أغلب الإحتمالات على الأغلب في بداية السنة نكون تونا نتهينا من إحتفالات نهاية السنة هنا في عندنا طاقة أول ثلاثة شهور من السنة هذين شهر فبراير أو شهر جنيوري يناير فبراير مارس أغلب إحتمالات راح تكون في أول أشهر السنة الميلادية كأنه أنتوا توكموا مشاطبين مشاطبين راح تمتهم من إجازة معينة وتبتدؤون في دوامات أو عمل أو وظيفة أو دوام سواء دوام كام مدرسة أو دوام عمل مكان اللقاء مكان اللقاء عندكم هنا قاعد أشوف المكان اللي راح تلتقون فيه برج الأسد هو مكان فيه ضوضاء فيه ازدحام فيه أشخاص يأتون ويذهبون وفيه أيضا توزيع أرقام أو توزيع مقتنيات يعني ممكن يكون في أحد المحلات أو في أحد المجمعات التجارية اللي أنت تحاول أن تحصل فيها على دور في الطابور اللي أنت واقف في دور في الطابور يكون فيه كذا شخص يمكن يتخطونك في الدور وهو راح يكون مو هذا الشخص وإنما راح يكون فيها ذاك المكان المكان اللي فيه نوع من التخبط زحمة عدة أشخاص ينتظرون مثلا شخص معين ينتظرون دكتور ينتظرون موظف ينتظرون المحاسب عشان يحاسبون يدفعون قيمة بضاعة ويذهبون كل هاي الاحتمالات موجودة ولكن قاعد أشوفي هنا أن مكان الالتقاء راح يكونون أثنيكم تنتظرون شيء أو شخص خلا نشوف مواصفاته الشكلية هذا شخص يميل إلى أنه يكون مو كثيرا ولكن نوعا ما مفتول العضلات يحب أن يمارس رفع الأثقال طوله متوسط ولكن فيه عرض في جسمه بسبب هاي الرياضة عيونه تميل إلى أنها تكون بنية أو عسلية أنيق المظهر ولكن يحب اللبس الكاجول لبس الكاجول يعني تي شيرت مع جينز هنزين يحب أن يكون ألوانه الأحمر والأزرق والأخضر هاي الألوان أساسية يحب أن يلبسها ويكررها دائما في ملابسه هنزين هذا الشخص احتمال كبير أنه لا يدخن أبدا أو أنه يدخن كثيرا يعني يا أبيض يا أسود مع هذا الشخص إما رح يكون أبدا ما يحب الدخان وما يطيقه وما يتحمله أو أنه جدا يدخن وبكثرة يعني دائما يده فيها زقارة شنو بعد؟ آه يهتم بلحيته يهتم بترتيب لحيته لحيته مو ثقيلة خفيفة و لكن يهتم بتحديدها برسمها هذي مواصفاته الشكلية آه يقف منتصب يعني ما يثني ظهره ما يوقف و كتفه نازل دائما كذي و كفته فيها صلابة و كفته نوعا ما أيضا رياضية مثل الهواية اللي يحب أن يمارسها من هواياته الأشياء اللي فيها ترفيه و سينما و افلام و من هواياته أيضا البحر الصيد الحداق السباحة أي شيء يخص البحر و الماء يكونون من هواياته خلا نشوف هنا ما هي أطباعه هذا الشخص هذا الشخص ما راح يصل إلى حياتكم إلا أنه بيكون مشى مشوار طويل لوحده قرردي درس تخرج عمل احتمال يكون انفصل في السابق و لكن زواجه و ارتباطه القديم لم يدوم فترة طويلة على الأغلب ما عنده أبناء بس ممكن بس نشوف الطاقة الأغلب ما عنده أبناء انزين فهذا شخص يكون عده مشوار محترم في حياته سنه على الأغلب في الثلاثينات لحد ما وصل عندكم يعني مو شخص دو طالع من البيضة لا لا مش مشوار صاحب خبره و صاحب رؤيه عارف هو من و عارف وين يبي يروح الرأيه واضح بخصوص هذه الأمور احب الابتسامة لكن لا تغرق ابتسامته لان منظره الاولي يمكن يكون منظره في البداية جاف او رسمي ولكن هو بالعادة يحب الابتسام انزين كريم خصوصا على نفسه كريم جدا مع نفسه يعني الاموال ما يصرفها بالراحة خصوصا على نفسه كريم ما يحب انه يبخل على نفسه بأي شيء خاطره فيه اوكي احب السيارات وخصوصا سيارات الدفع حسه يملك سيارة كبيرة يعني سيارة الدفع الرباعي نحن نسميها جيب من السيارات الكبيرة احب هاي النوع من السيارات قلت لكم الالوان اللي يحبها اه هذا الشخص لما تقصير الالتقاء معاكم ما بيكون في علاقة وانما عنده عنده صداقات مع الجنس الاخر في صداقات هو موجود فيها يعني مو اعزب بشكل كامل ولا انه حتى مرتبط وانما يقضي وقته في صداقات لانه هادي هو طبيعة تفكيره نوعا ما متقدمة اوكي ام بالعادة هذا انسان صعب جدا انه يلتزم ياخذ وقت طويل او يفكر كثيرا قبل ما يلتزم عشان شدي قلت لكم احتمال كبير يكون هذا الشخص برجة ام ترابي او هوائي يعني مو على طول حتى لو حبك حتى لو ارتاح معاك حتى لو 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 الالتزام نفسه رح ياخذ وقت بروسس طويل معه نزيل شخصية مستقلة ما مو في احد يقدر عليه في بيتهم بعض الاشخاص شفنا في القراءات السابقة انه مثلا كلام امهم كلام اختهم كلام اهلهم جدا قوي تأثير عليهم هذا الشخص لا كلمة الوحيدة اللي تمشي عليه هو رأيه الشخصي فعشان شدي اقول لك رح يمثل بالنسبة لك تحدي خصوصا مو انه انسان صاحب خبره ولكن خلنا تعمق هنا في شخصيته اوه كانسان اوه مثلا مثلك يتمنى الحب يتمنى الارتباط ولكن صعب لانه بالنسبة له اول لازم تقنع عقلي انه في بيننا توافق وانسجام بعدين ممكن اسمحلك تدخل داخل قلبي ما في طريق بالنسبة له للحب الا بالعقل طاقة العقل وهي الطاقة المتوفرة عند بالعادة عند الاشخاص اللي عندهم كوكب مهيمن في الابراج الهوائية او في الابراج الترابية عشان ارتاح معاك لازم اتكلم معاك احس بتوافق في اراءنا في كلامنا في توجهاتنا وهذا يمكن سبب لك ما ادل برج الاسد انت رأيك صريح وانت رأيك قوي هذا الشخص يمكن يكون غير متعود عليه ولكن هذا من احد الاشياء اللي راح تجذبه لك خالي نشوفه الحين ماذا سيقدم لك قبل الزواج للامانة للامانة راح يقدم لك انا كتبتها حتى هني راح يقدم لك قبل الزواج ارتفاع ضغط الدم هذا شخص راح يتحبك قبل الزواج راح دائما خليك تشك بنفسك وتشك فيه وتشك في مشاعر تجاهك حار وبارد يوم يقول لك والله احبك يوم بعدين هو يقول لك احبك بس يتصرف العكس او ما يقول لك احبك لان اهني في شي تضاد عندك او ما يقول لك احبك او يتصرف انه اللي بينك وبينه صداقة فقط ولكن مثلا تشوف تصرفاته هذة تصرفات حب تشوف اهتمامه هذا اهتمام حب ففي اول فترة قبل الزواج نفسه راح يكون هذا الشخص مصدر قلق مصدر ارتفاع ضغطك ولكن دائما اقول لكم الغرض من القراءات انه تكشف لك المخفي عشان لما يأتي في دربك هذا الشخص انت تتحكم بضغطك اوكي انت تتحكم بانفعالاتك ما في احد يقدر يتحكم فيك الا نفسك ولا سبحانه وتعالى يعينك على نفسك طبعا فما في طريق ثاني برج الاسد ضروري جدا ان يكون بالك طويل مع هذا الشخص انزين ماذا ايضا سيقدم لك قبل الزواج سيقدم لك دعوات كثيرة اوكي محاولة الالتقاء فيك انزين راح يقترح عليك اماكن كثيرة ان انت تزورها بروحك او مع الاصدقاء او مع الاهل وايضا هنا اشوف بعد فترة بعد ما تصر العلاقة جادة في دعوة من قبله للالتقاء باهله والجميل في هاي الدعوة انه راح الموضوع راح هو يأتي بهم بنفسه يعني هو اللي راح يطلع باقتراح شنو رايك يا برج الاسد تلتقي باهلي انزين ولكن بالفعل قبل الزواج في الكثير من محاولات من قبل الالتقاء فيك احس برج الاسد راح يكون من مصلحتك انه تقبل بعض اللقاءات وترفض بعض اللقاءات لان هذا الشخص اذا عطيتك كل اللي يتمناه دفعه واحده يفقد الاهتمام واذا منعت عنا كل اللي يتمنى كل محاولاته للتقرب منك كل محاولاته للالتقاء فيك مرة واحده ايضا سيحس بالعجز فانت هني معاه لازم تكون تعرفون انتو كرامة صنبور المياه اوكي في جهة الماء فيها بارد لونه ازرق وفي جهة الماء فيها حار ولونه احمر فهني نتكلم عن الاعتدال او الخلطة كل شخص خلطته غير كل شخص فيه ناس يحبون الماء انه يميل يكون حار خصوصا في فصل الشتاء يكون جدا حار او شوي حار او دافئ وفي اشخاص اللي حتى في جهة يحبون الماء يكون بارد هذا التحدي امامك مع هذا الشخص انه تكتشف هو مع اي مع شكثر قبوله شكثر رفت رح تحصل منه افضل نتيجة ممكنة اوكي وين بصير التقاطع ما بين الحار والبارد معه عشان تأتي بنتيجة معه لان اللي صاير حاليا في علاقاته اما انه الجنس الاخر الاناث في حياته قاعدين يعطونه كل شي يتمنى فبسرعة يفقد الاهتمام مثل الطفل اللي عنده لعبة بسرعة يتملل منها او انه ما قاعد يحصل اللي يبيه فبسرعة قاعد ينهي العلاقة انت بتكون في المنتصف معتدل وبعد فترة من التعاشرة تعرف اش كثر لازم تتحدى ش كثر لازم ترفضه وش كثر لازم تقبل وين لازم تكون نسبة خمسين خمسين ولا نسبة ستين 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 أربعين بالمية ثمانين عشرين بالمية وين تقع معاه هذا الشي اللي لازم انت تكتشفه ورح تتطر تكتشفه بروحك ولكن حد في بالك انه قبل ما يدخل حياتك هذا الشخص عنده في حياته صداقات ولكن دخولك انت رح يكون مميز اوكي اوكي كل اللي قبلك في حياته كأنما جواري او علاقات عابرة ولكن هني حين دخلت الملكة صار شي جد دخلنا نشوف اسرته هذا الشخص اما هو الاكبر او الاصغر في العائلة انزل اخوان الثانين اغلبهم ام مو في سن زواج او اصلا تزوجوا فباقي اخوة الحين في اسرته هو سنه سن زواج ولكن لحد الان ما ارتبط او حاليا اعزب سبق له الارتباط حاليا اعزب هزين اسرته دمقراطيه نوعا ما متفتحين العقل ام ليسوا متدينين او متشددين متوسطين جدا جدا معتدلين الحياة معاهم ايزي اوكي المرأة في اسرتهم لها حرية لها حق ان تخرج وتدخل وتعمل وتخرج مع صديقاتها يعطون المرأة ثقة في اسرتهم اوكي وحاليا اللي قاعد يصير في اسرته ان في الحاح من قبل امه وخواته اهله بشكل عام في الحاح ان لماذا لا ترتبط في الحاح ان تزوج انت وصلت الى سن ضروري في الحين ان تتزوج عشان تقدر تأسس لنفسك حيال اصلا انت نوعا ما متأخر يا الشريك اوكي هذا الحاح اصلا موجود فهو كأنما حاليا في مرحلة تشطيب انا اشان ابتديت هنا القراءة في شي قاعد يتشطب اوه في مرحلة تشطيب نعم عنده علاقات ولكن اوه في مرحلة تشطيب في مرحلة انه باقيه بس شوي وثير جاهز لانه هي مسألة ترى توقيت ساعات احنا نشوف نتعرف على شخص وفي بيننا انسجام واضح معاه وانجذار سبحان الله لان التوقيت تعرفنا عليه في توقيت وهذا هو النصيب التوقيت يتحكم بان هذا الشخص لحد الان غير مستعد غير ناضج انه يلتزم اما هو او اما احنا عرفتوا فهني اللي راح سبحان الله يخلي هذا الشخص هو من نصيبكم وهي مسألة التوقيت دخولك في حياتك راح يكون يعني دخول كبير ايش معنى انت بسبب توقيتك لانه هو كلش باقي له شوي وصير يرغب وصير عنده رغبة ملحة انه يتزوج وينجب ابناء ويعيش حياة مستقرة ولا هو منه ومن نفسه ما راح ما يحس بالاستعجال ولكن على وشك اوكي خلا نشوف وين راح تعيشون مع بعض خلا نشوف عن المسكن والحياة انا عكستي هنا فهاي الكرتات هذا هو كرت المسكن والحياة برج الاسد في بداية الارتباط في بداية الزواج هذا الشخص راح يطلب منك انما اننا ننتظر عشان نشتري بيت في البداية راح يكون توجهكم ان تسكنون في مكان اصغر من البيت على الاغلب راح يكون شقة واشوفها شقة من فصل عن اهله يمكن تكون قريبة هذا الشقة من اهلك هذا السكن راح يكون قريب من اهلك انت او مكان عملك ولكن بعيد عن هذا شيء جيد قلت لك انسان مستقل يحب ان يكون بعيد بعيد عن اهله وليس في سكن اهله وليس في بيت اهله شقة لان هذا الشخص كأنما قاعد يطلب منك في بداية الزواج انه مو مسألة اموال اموال فلوس وانما مسألة خلا اول نجيب الابناء بعدين بعد كم سنة نبتدي مثلا اما نشتري بيت او نبني بيت خاص فينا على الاغلب هذا شخص راح يرغب انه يبني بيت يشكله على راحته يقسمه على راحته يهندسه على راحته لكن في البداية لا يريد انه يتعب او يتعنى كثيرا فخلا ناخذ شقة على اغلب هني سكنكم راح يكون اما مطل على بحر او مطل على مكان فيه الكثير من الاشجار منطقة سكنية راقية في البداية شقة خلا نشوف هني ماذا سيحفيك برج الاسد راح حفيك انه انت مو امية في المية في يده مو دائما امية في المية تتفق معه تتفق معه في اشياء قلت لك توازن ما بين الحار والبارد عندك هذا من اهم الاشياء اللي راح يحبها فيك راح حب فيك عطائك وطيبة قلبك حسك انه انت برج الاسد بكرا راح تكون افضل ام افضل زوجه يبى لنفسها الافضل من بعد كل هاي الوقت والانتظار يبى الافضل انزين؟ يحب ايضا اختلاف اراءكم واطباعكم يحب ان انت انت ماتر ضخله بشكل كامل دائما يكون عندك شخصياتك الخاصة راييك الخاص حتى لو اوقات اتنازلت بس هو يعرف انه برج الاسد عندي راييه مختلف وخصوصا الموضوع يحب ايضا خصوصا مع الوقت هنا نتكلم عن طاقة مع الوقت كل ما يزيد وقت زواجكم وارتباتكم راح تلاحظ انه يصير يثق فيك اكثر واكثر يبتدي يبوح لك بمكنونات صدره يبتدي يقول لك بامور حتى خاصة فيك امور خاصة باصدقاءه امور خاصة باسرارهم حتى هذا الشخص راح يكون الصديق لك مو فقط شريك صديق يخبرك كل شيء احتمال الخيانه عنده جدا ضعيف لانه قلت لك راح يعاملك انه انت صديق ان ان شخص يوثق فيه نوعا ما راح يكون يمكن حتى بعد فترة اشوفك انه ما عنده غيره عليك او عنده شك انه هل انت يا برج الاسد عندك علاقة مع غيري عندك اهتمام بشخص غيري هدا من الاشيه اللي راح بالعكس تخلي خاف انه يفقدك راح يشوف الحين هل تحبلك كرت برج الاسد تشوف هل هذا الشخص من منطقتك ودولتك ولا من مدينة ثانية مصقة رأسهم هؤلاء الاشخاص احتمال كبير من منطقتكم اوكي هنا يتكلم عن مصقة رأسك ومصقة رأسه هو من نفس منطقتكم ولكن انتقلوا الى مدينة ثانية ما اشوفها دولة ثانية اذا بتكون دولة بتكون دولة مجاورة قريبة لكم اذا مدينة بتكون ايضا مدينة قريبة لكم ولكن مثلا اكبر ارقة متوفرة فيها سبل الراحة اكثر يأتون من عائلة ترى مرتاحة فيها الكثير من اصحاب الشهادات اصحاب الوظائف الجيدة وحتى هو وظيفة وظيفة ممتازة وظيفة نوعا ما ذكورية يعني بيكون مهندس مشرف دكتور اوكي عائلتهم كلها شدي فعشان شدي سافني في منطقة اخرى بعيدة عنكم دائما قاعدة احسي يعني فيها اطلالة اما اطلالة على شجر اما اطلالة على بحر اوكي فهذا الشخص بشكل عام مختصر للقراءة برج الاسد هذا الشخص راح انت تستفس فيه المشاعر وهو يستفس فيك يتحدى فيك ارائك يتحدى فيك يمكن حبك للاستقلالية يتحدى فيك ان انت تريد شريك ولكن تحب ان شركك دائما يوافقك في الرأي هذا الشخص دائما ايضا هو راح يكون تحدي بالنسبالك وهو بخلي ان الطاقة اللي الاحظها بخلي دائما علاقتكم فيها شعلة فيها انجذاب فيها اكرهك ولكن احبك في نفس الوقت شكرا شكرا